تباين كبير بين الداخل والخارج أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في مواقفه حيال الصدامات الأخيرة مع الفلسطينيين فهو أمام الضغط الخارجي يرضخ في ملف الأقصى ويشدد على تمسكه بالسلام أما في خطابه الداخلي فإن الوصفة السحرية هي الأمن فهو يعلم جديا كيف يرعب الإسرائيليين ثم يظهر بعدها منقذا ومخلصا على حساب دماء الفلسطينيين حبكة تضعه في صدارة استطلاعات الرأي في مجتمع بنيت حياته على الهاجس الأمني لملاقشة هذا الموضوع رحب ضيفينا هنا في الستوديو في القدس معنا عضو الكنيسة عن القائمة العربية المشتركة أسامة السعدي ومعنا الكاتب والمحلل السياسي شلومو جانور بإمكانكم مشاهدين المشاركة معنا أيضا في هذا الحوار من خلال إرسال التعليقات والاستفسارات على موقعينا على تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ أسامة دعني أبدأ معك مسأل خير بداية مرحبا بك معنا في الستوديو أهلا وسهلا بك ونرحب فيك بين أهلك شكرا جزيلا لك دعني أبدأ مع استطلاعات الرأي المتعلقة بشعبية السياسيين هذه الأيام نتنياهو على ما يبدو تراجعت شعبيته في الأون الأخيرة هناك على ما يبدو نوع من عدم الرضا عن تعطيه مع مسألة الهبة في القدس وفي المناطق الأخرى 15% حصل عليها نتنياهو في استطلاع القناة الثانية أفكدور ليبرمن وزير الخارجية السابق زعيم إسرائيل بيتنا حصل على 29% يعني شعبيته طلعت خلال أسبوع واحد حوالي سبع نقاط كيف نفسر هذا؟ هل بالفعل الشارع الإسرائيلي يرى أن نتنياهو أخفق في التعامل مع الأوضاع الأمنية في الأون الأخيرة؟ هذا صحيح هناك انخفاض ملموس وحاد في شعبية نتنياهو وهذا يعود في الأساس إلى ما قلت في مقدمتك أن الشارع الإسرائيلي لا يدري أين نتنياهو يحصل عليه نتنياهو في الخارج يقول للعالم أنني لا أبني مستوطنات وأنني لا أوسع المستوطنات ومن جهة أخرى يقول أنني أكثر رئيس وزراء بنيت وتوسعت المستوطنات في عهده ومن جهة أخرى يعني هو دائما يوعد أنه سيحقق الأمان الشخصي للإسرائيليين ولكن في الواقع طبعا نحن نرى أن فعلا المواطني الإسرائيلي لا يرى ولا يشعر بالأمان الشخصي وفقط جولة في شوارع القدس وفي كافة المدن والتجمعات السكانية اليهودية أنت ترى أن الناس يعني يفقدون الأمان الشخصي والحس بالشعور بالأمان ولذلك أنت ترى هذا المؤشر في استطلاعات الرأي وليبرمن الذي كان في كل الحكومات السابقة في غالبيتها يعني على مدار السنوات الماضية كان في الحكومات وكان مؤثر في الحكومات ولكن الآن هو يرقص على الدم الفلسطيني ويطالب بمزيد من الاستعمال القوة ومزيد من البطش ومزيد من الهدم ومزيد من القتل ولذلك يعني هو عمليا يتصاعد أسهم وترتفع أسهم وترتفع ولذلك يعني من المفارقات أنه الآن يعني ليبرمن يسمونه مستر الأمن مستر سيكوريتي مستر سيكوريتي يعني وهذا أبعد بكثير وهو يقول أنه مستعد للعودة إلى الحكومة فقط إذا أعطاه بن يمين يتنياهو حقيبة الأمن لكي يوفر الأمن والأمان للمواطن الإسرائيلي ونحن نرى الاقتراحات دائما بتشديد القبضة الحديدية على الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية والتحريض على الفلسطينيين وعلى العرب وعلى الرئيس أبو مازن ولذلك طبعا هذا في هذه الأيام أسهم وتتصاعد بشكل كبير طيب سيد جانورة بداية مرحبا بك معنا ما رأيك يعني نتنياهو لماذا هبطت شعبيته في هذه الأمان على الرغم من كل الإجراءات التي اقترحها خلال الشهر الماضي منذ هبط القدس والمناطق الأخرى كان هناك اقتراحات من السيد نتنياهو تشديد العقوبات فيما يتعلق بمن يتهم بارتكاب أعمال عنف وكل هذه الأمور يعني لماذا ينظر الإسرائيليون إليها على أنه مخلف في هذه الناحية أو لم يكن أداءه بالشكل المطلول الأمور يتركف على توقيت إجراء هذا الاستفتاع وهذا الاستطلاع وأعتقد أنه إذا تم هذا الاستطلاع للرأي في هذه الأيام خاصة اليوم مثلا فربما قد ترتفع شعبية نتنياهو مقارنة مع شخصيات تانية ومقارنة مع ما كان قبل أسبوعين أو ثلاثة سابيع لأن الأحداث قد خفت وهذا ممكن لك خفت في القدس ولكن في أماكن أخرى في القدس أسبوعين في القدس هدوء تم الأحداث تدور الآن أو تنحصل الآن في منطقة الخليل وفي مفترك جوشة سيون كل الأحداث التي تدور موسمها تدور هناك مستهدفة المستوطنين والجنود جيش الدفاع الصغير فلذلك هناك لا يمكن أن نقول بأن هذا مرتبط مع شعبية نتنياهو زد على ذلك مقارنة بين نتنياهو وليبرمن فليبرمن موجود في المعارضة وطبعا بوسع اكتراح أشد العقوبات أو اتخاذ إجراءات صارمة بحق الفلسطينيين أو بكل من يخالف القنون في حين أن نتنياهو بحكم منصبك رئيس الحكومة ملتزم بالقوانين ملتزم بإدارة الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء من منطلق المسئولية بحكم منصبك فمن هنا لا يمكن التوارد هذه الشعبية أو نسبة الشعبية بأنها هي الشعبية التي سترافقه حتى يوم الانتخابات طب لو نظرنا إلى ماذا يريد الشارع الإسرائيلي عندما يتحدث عن شعبية نتنياهو أو شعبية ليبرمن من الناحية الأمنية أستاذ أسامة ما الذي يريد الإسرائيليون في مثل هذه الظروف أمنيا تحديدا؟ أولا أي مواطن يريد أن يشعر بالأمان ولذلك الشارع الإسرائيلي للأسف الشديد هو يظن ويعتقد أن ما لم يتحقق بالقوة يتحقق باستعمال قوة أكبر ولذلك هو يطالب بتشديد القبضة على الشارع الفلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني إذا كان ذلك في القدس العربية المحتلة أو في سائر المناطق المحتلة عام 1967 ولذلك هو يطلب عمليا إنزال واتخاذ أشد الإجراءات بحق الفلسطينيين ولذلك حتى نرى هذه النزعة لدى المواطن اليهودي باستعمال القوة وحتى أخذ القوة ليد المواطنين وللأسف الشديد جزء من هذا الشعور أعطاه للمواطن المسؤولين بما في ذلك رئيس الحكومة ورؤساء البلديات عندما دعوا إلى التسلح ودعوا المواطنين إلى التسلح ورأينا رئيس بلدية القدس المحتلة وهو يحمل الرشاش ويتجول به وللأسف الشديد أصلا هذا الرشاش غير مرخص وسمعنا من رؤساء بلديات كثير كثيرون في التجمعات السكانية اليهودية الذين دعوا المواطنين لاستعمال السلاح وفقط في الأيام الأخيرة صدر بيان عن المستشار القضائي للحكومة ودعا المواطنين لعدم أخذ القوة لأيديهم وإعطاء المجال لقوات الأمن وقال أنه سوف يستعمل القانون ويتخذ أشد الإجراءات لمن يقوم من المواطنين باستعمال القوة بأكثر من اللازم هذا بعدما حصل في العملية في بيئة حسابي عندما تم قتل المواطن الأجنبي على يد مواطنين وعلى يد قسم من قوات الأمن الإسرائيلية ولذلك المواطن اليهودي الإسرائيلي يريد أمان وهو يعتقد أن القوة تجلب له الأمان ونحن نقول أن القوة واستعمال القوة واستعمال قوة أكبر لا يجلب الأمن ولا الأمان للمواطن الإسرائيلي وبالطبع لا يجلب الأمن والأمان ولا السلام لأشعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة يجب تغيير السياسة 180 درجة وفقط نحن نقول أن السلام العادل وإنهاء الاحتلال وزوال الاحتلال هو الذي يوفر الأمن والأمان للمواطن الإسرائيلي وللمواطن الفلسطيني سأسأل السيد جانورا عن هذا الموضوع مسألة تغيير السياسة إنهاء الاحتلال هل بالفعل هذه الأمور توفر الأمن والأمان للطرفين ولكن قبل ذلك دعني أسألك عن ما يقال عن الهاجس الأمني البعض يرى أن المسؤولين الإسرائيليين بضخموا من مسألة الهاجس الأمني نحن عرضنا حتى لأعداد القتلى والجرحى في هذه الهبة الأخيرة عدد قليل نسبيا مقارنة ما كان يحصل في الماضي لماذا هذا التدخين برأيك للهاجس الأمني بالنسبة للبواطن الإسرائيلي كل إجراء فيما يتعلق بالموضوع الأمني واتخذ بموجب القانون ليس كإجراء واتخذ بصورة عنفاوية من كبل هذا الوزير أو هذه الحكومة الكل يمشي حسب القانون وحسب مشورة المستشار القانوني للحكومة وعضو كنسة أسامة هو أكبر دليل على أن المشرع هو الذي شرع القانونين القائمة والحكومة ملزمة بتنفيذ ومراعاة هذه القانونين ولذلك كل من يخالف وثبت ذلك بأن كل من أطلق النار بدون أي مبرر على الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين وبين الضحايا الذين سرقتوا أيضا مواطنين إسرائيليين يهود وأيضا غير يهود ويقدموا إلى المحاكمة أو سيقدموا إلى المحاكمة بموجب قرار من النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة موضوع الأمن هو موضوع نحن بحث لهذا الموضوع في الساعة الماضية مسألة ما يسمى بالإعدامات الميدانية واستخدام جنود الجيش الإسرائيلي للقوة بصورة مفرطة أحيانا بصورة متسرعة أحيانا أخرى وبتضخيم مسألة التهديد الأمني على حياته التهديد هو قوي لذلك عندما أحد يهدد الآخر ويشهر ضده سكين ويجرحه فلذلك حق الدفاع للنفس هو مسموح وهنا قوات الأمن سمح لها بإطلاق النار أو محاولة لوقف هذا الاعتداء الذي يتم يا شلوم أنت تعرف ورأينا الكثير من الصور والكثير من الحالات أن قسم كبير وخاصة مما يجري الآن للأسف الشديد في الخليل المحتلة الكثير من يدعون أنهم يريدون طعن الجنود أو طعن المستوطنين يمكن كان بتحييدهم كما يسمونهم عن طريق إطلاق النار على الأرجل عن طريق اعتقالهم عندما ترى فتاة في عمر السادسة عشرة ونفرض أنها تحمل سكين تحمل سكين للطهو؟ تحمل سكين مقابل حشرات الجنود هل ليس بالإمكان الاعتقال هذه الفتاة؟ لماذا إطلاق النار فقط من أجل القتل؟ أنتم رأيتم إسراء عابد هذه الشابة النصراوية شابة نصراوية كانت في محطة العفولي تم الاعتراب أنه ليس عمل إرهابي بعد ماذا نحن قلنا منذ اليوم الأول أن هذه الفتاة لم تشكل خطر على حياة عشرات الجنود والشرطة الذين كانوا يحوطونها كانت بالإمكان تحييدها وكانت بإمكان اعتقالها هذا الحادث ورشوها بالرصاص رشوها بالرصاص ثمن هل قواعد الاشتباك التعليمات التي تعطى للجنود الإسرائيليين في التعامل مع مثل هذه الحالات تعليمات منطقية تعليمات مناسبة أم أن الجندي يتصرف أحيانا بشكل متسرع بشكل استخدام مفرط للقوة في مثل هذه الحالات هناك حسب معلوباتي التعليمات التي صدرت إلى أفراد الأمن بما فيهم كوات الجيش وبما فيهم أفراد كوات الشرطة والرجالات الأمن المختلفين في حال الاعتداء أو هناك شبه بأنه سيتم الاعتداء بصورة فعلية عليك أن تدافع عن نفسك أو زبيلك أن يدافع عنك وهو بواسطة إطلاق النار وليس بواسطة انتزاع السكين لأن السكين معناه سلاح وسلاح معناه سيؤدي إلى اعتداء ولا يمكن أن نعرف مسبقا هل هذا الاعتداء سيؤدي إلى قتل المعتدى عليه أم سيؤدي فاقرة إلى جرحه أو ربما إلى نحر خروفة في الشارع أنا أقول لك سيد مهند ولجميع المشاهدين هناك تم تعديل وتغيير تعليمات الإطلاق النار في الأونة الأخيرة في الأونة الأخيرة وكان هناك بحث في الكنيسة وحضر منذوب المستشار القضائي للحكومة واعترف في الجلسة بأنه تم في الأونة الأخيرة وفي الهبة الشعبية الأخيرة تعديل وتغيير تعليمات إطلاق النار وطلبنا أن نعرف وأن يتم نشر هذه تعليمات إطلاق النار لكي نتأكد من أنه لا يوجد تعليمات إطلاق النار بهدف القتل هناك التعليمات تقول أن إذا كان هناك خطر حقيقي يتهدد بالإمكان أن تطلق النار ولكن الآن نرى أن التعليمات هي يعني كل الأحداث التي تحدث في الأيام الأخيرة الإصابات في أغلب الحالات لا تكون إصابات أو إصابات خفيفة جدا ولكن الذين ينفذون هذه العمليات يكون مصيرهم واحد فقط هو القتل وهذا نحن لذلك سمينا أنه في كثير من الحالات هذا أشبه بالإعدامات الميدانية ولذلك نحن حذرنا وطلبنا المستشار القضائي للحكومة بأن ينشر هذه التعليمات حتى فعلا يعرف الجنود والشرطة أنه لا يوجد لديهم ترخيص للقتل ما يحدث الآن هو ترخيص للقتل تعليق أخير بسرعة سيد جنور على هذا الموضوح حتى ننتقل إلى مسألة المتنية حق الدفاع عن النفس هو مسموح لكل من يتعرض للخطر وهنا لا يمكن أن يقص هذا الخطر في حين أن شخص يهدد الآخر ويهدده بالسكين أو بزجاج حارقة أو بأي سلاح آخر معناه تهديد من أجل القتل وليس هناك أي وقت للتريف للتحقيق هل هذا سيؤدي إلى قتل فعلي أو إلى جرح طفيف فلذلك الأوامر في مكانها ليردع كل من يحاول تعتدار الآخر الآن السيد نتنياهو على ما يبدو يقترح أو سيطلب إنشاء محكمة معينة محكمة أمن الدولة لمواجهة لتنفاضة البعض سماها محكمة أمن الدولة على غرار ما هو موجود في بعض بلداننا هل هذا مشروع جدي أستاذ أسامة أم ماذا أنا أعتقد أن نتنياهو يتخبط خبط عشواء في هذا الموضوع وهذا يدل على ضعف من قبل نتنياهو وفي الأساس هو يريد انتصاص غضب الشارع اليهودي تجاه الحكومة ورئيس الحكومة ولذلك نرى أن الكثير من الاقتراحات التي يطلقها نتنياهو هي في بعض الأحيان أشبه ببلونات اختبار وهدفها امتصاص الغضب وليس فعلا تنفيذها على أرض الواقع أذكر هون الاقتراح الذي كان في المجلس الكابينيت الأمن المصغر أن يريد عمليا سحب الهويات لمئات الألاف من المقدسيين الذين يسكنون في الأحياء خارج الجدار طبعا هو يعرف أن هذا غير قانوني لا بموجب القانون الدولي ونحن نتحدث عن القدس هي منطقة محتلة وأيضا حسب القانون الإسرائيلي لا يمكنك أن تسحب هويات أكثر من 150 ألف وأن تتركهم بدون أي نوع من الهوية لا الهوية الفلسطينية ولا الهوية الإسرائيلية وذلك أنا قلت في الكنيسة وكل زملائي قلنا للحكومة إذا فعلا أنتم لا تريدون هذه الأحياء وهذه الأحياء في القدس العربي اليوم هي منطقة محتلة من جديد يعني شلوم وقال أن القدس هادئة أخرج وأنظر في القدس في كل الأحياء العسوية محاصرة من كل الجهات سلوان محاصرة الطور محاصرة لا هناك حواجز يعني واضح الذي يتجول ليس فقط حواجز هناك حواجز هناك جدران هناك حالات خنق العسوية يعني محاصرة من الجهتين طيب خلينا نسمع من السيد جانور رده على هذه المسألة أسألت هل بالفعل يريد سيدة تنياهو تشكيل محكمة أمن دولة يريد إدخال البلاد في هذا الموضوع حتى السبعينات كان هناك إطار يسمى بمحكمة محكمة للشؤون الأمنية وهذا الإطار وهذا المستوى من المحاكم ألغيها ولم يعمل به ولكن اليوم عندما المحاكم العادية التي تنظر بالقضايا الأمنية تأخذ مجراء القانون يأخذ مجراء ولكن هذا يستغرق وقتا طويلا أحيانا عدة سنوات حتى يتم النظر والبت وإصدار قرار المحكمة فمن هنا الغاية من مثل هذا الاقتراح ما إذا تم هو تقليص الفترة الزمنية بين وقوع الحادث وبين تقديم الجاني إلى المحكمة فهذا هو القصد من هذا الاقتراح وأكد مرة ثانية ما إذا تم تبنيه وإقامة هذا الإطار من جديد وهذه علامة سؤال الحكومة تحاول أن توجه السهام ليس لها كجهة كسلطة تنفيذية حاكمة هي تحاول أن توجه السهام باتجاه المحكمة العليا وتقول بأن المحكمة العليا وسائر المحاكم لا تساهم في المجهود الأمني الحربي لدولة إسرائيل المحاكم يجب أن تحكم بالعدل لا يمكن أن يكون هناك وهذا ما يتم فعلا وعلينا الاعتراف بذلك ولذلك يعني هناك أعضاء كنيسة هناك أعضاء كنيسة هناك أعضاء كنيسة المحاكمة الإسرائيلية نزيها أنا قلت في من على منصة الكنيسة وأعود أوكد ذلك المحكمة العليا أخي العزيز لم تنصف الشعب الفلسطيني منذ عام 67 ولا في أي مجال انظر المحكمة العليا التي يتهمونها بالتقاعص وأحد أعضاء كنيسة من حزب البيت اليهودي يقول أن علينا أن يأتي دي ناين يعني من الجرافة كبيرة وأن تهدم المحكمة العليا شرعت الاعتقالات الإدارية شرعت هدم البيوت شرعت الاغتيالات في غزة ماذا تريد من المحكمة العليا؟ هل تريد المحكمة العليا أن لا تصدر أمر احترازي لبعض أيام ويتم مناقشة التماس الأهالي الذين يطلبون؟ المحكمة العليا التي توجهها الجهات الفلسطينية العربية تجاه المحكمة العليا وتجاه سائر المؤسسات للحكومة القضائية نفس الاتيامات التي توجه أيضا من قبل الطرف الثاني من الخارطة السياسية الإسرائيلية أي اليمين المتطرف اليهودي فلذلك هذا ما يصدر بأن القضاء نظيف ونزيف محاكم ميدانية كما هي العدمات الميدانية يريد أيضا هدم بيوت فوري يريد طرد فوري يريد اغتلاف فورية بدون أي نقاش المحكمة حتى النقاش المحكمة رئيسة المحكمة قالت بأنه لا يمكن لا يمكن إصدار أوامر تلك ورائية بهدم البيوت يجب التريث يجب النظر وإعادة النظر في السياسة أو في المبررات التي تقدمها كيف ولكن هدم البيوت مسألة سهلة في إسرائيل هذا ما دار اليوم في محكمة العليا لا ولكن ما يصدر حاليا فيما يتعلق بمن يتهم المحكمة العليا طلبت اليوم وحتى تقول للشارع الإسرائيلي هي رسالة موجهة إلى الشارع الإسرائيلي أن المحكمة العليا ليست هي التي تمنع هدم البيوت المحكمة العليا تصادق على قرارات الهدم وتريد من الحكومة أن تحضر قائمة بالبيوت التي تمت الموافقة عليها لاحظة شوية لم تصادق اليوم على أي قرارات لا هي طلبت ما أنا أقول هي طلبت كشف المؤسسة القضائية يعني عنها حوالي دقيقة واحدة متبقية أود بسرعة المشاهد جوزيف عبد الله يقول نتنياهو كلما زاد خطابه التحريضي كلما زادت شعبيته ما رأيك سيد جانور أعتقد بأن هذا ربما قد يمكنع بعض الجهات في المجتمع الإسرائيلي اليهودي ولكن أعتقد بأن المجتمع الإسرائيلي اليهودي عاقل وسيكون كلمته عندما سيحين الوقت في يوم الانتخابات حتى ذلك الحين ممكن وهذا هو من حق كل السياسي أن يخطب ويردد في روح دقيقة سيد السابق نتنياهو هو المحرض الأول سمعناه يوم الانتخابات عندما حرض على الجمهير العربية سمعناه في هذه الهبة الأخيرة عندما قال واتهم أن السلطة الفلسطينية هي التي تقف من وراء هذه الهبة بعدها اتهم حماس بعدها اتهم الحركة الإسلامية بعدها اتهم عضاء الكنيسة العرب وفي النهاية اتهم المفتي الحج أمين الحسيني بأنه من وراء المعركة شكرا جزيلا لك الأستاذ السامة السعدي عضو الكنيسة عن القائمة العربية المشتركة وشكرا لأستاذ شلومة جانور الكاتب والمحمد للسياسة شكرا لكم